اهلا بكم مع اتساع رقعة المناطق المتضررة من زلزال تركيا وسوريا وتزايد عدد الضحايا والمصابين والخسائر العميقة بالبنية التحتية يبدو ان فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال المدمر لن تكون هيلة وكالت فيتش التصنيف الايتماني توقعت ان تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء زلزال ملياري دولار وقد تبلغ اربعة مليارات دولار او اكثر كما اعتبرت ان المبالغ المؤمنة اقل بكثير من ان تغطي الخسائر التي تصل ربما الى نحو مليار دولار فقط بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة حيث ان العديد من العقارات السكنية غير مؤمن عليها غطاء التأمين ضد الزلازل يعد الزامية من الناحية الفنية في تركيا لكن لا يتم تطبيقه في كثير من الاحيان في الممارسة العملية ونتيجة لذلك فان العديد من العقارات السكنية غير مؤمن عليها لسيما في العديد من المناطق المتضررة والى جانب فقدان التغطية التأمينية فانه من المتوقع ان يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا وسوريا جراء صعوبات في عمليات الجذب الاستثماري طويل الاجل بالفعل تشير بيانات تركية الرسمية لتوقف الانتاج على نحو واسع في مدينة غازي انتاب تخوف من حدوث هزات ارتدادية خلال الفترة القادمة وهي التي تعد اكبر المدن من حيث وجود صناعة واقتصاد قويين كما تضررت الملاحة بالموانئ جراء الزلزال وتبعاته التي استمرت عدة ايام ويعد زلزال تركيا وسوريا من اشد الزلازل التي ضربت المنطقة منذ عام 1999 حيث ضرب زلزال وسلسلة من الهزات الارتدادية جنوب ووسط تركيا وغرب سوريا كانت شدته سبعة وثمانية من عشر درجة مشاهدين كان هذا عرضا حول تقديرات الخسائر المتوقعة لتركيا وسوريا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين خلال الايام القليلة الماضية موسيقى موسيقى